شكرا لك أبا الحكم طبعا اليوم الحلقة الأخيرة من ذهنك المخادع اللي هو عن الدليل العلمي لآليات التفكير النقدي واليوم سنتكلم عن الفصل الرابع والعشرون والأخير عن التفكير النقدي والعلم في حياتك في هذه المحاضرة الأخيرة سيقوم ستيفن نوفيلا بتقديم بعض الأفكار الأخرى عن كيفية تطبيق التفكير النقدي في حياتنا اليومية يعني إحنا دائما نسمع أنه يجب أن نربي أبناء نعب على التفكير العلمي يجب أن نتحلى نحن بالتفكير العلمي فماذا نقصد هذا الشابتر أو هذا الفصل سيكون جامع تقريبا لكل ما تكلمنا عنه بالماضي سيبين أهمية المعرفة العلمية والتفكير النقدي في الحياة المدنية وذلك لنأخذ مع بعضنا هذا التفكير النقدي والمنهاج العلمي سبيلا للتزود بالمعارف وهو يكون طريقنا حتى نتعرف على هذه المعارف وهي الطريقة بالتفكير تعرف بالتشكيك المبني على العلم أو بالانجليزي scientific skepticism هو التشكك أو التشكيك العلمي وهذا المصطلح يرجع فضل صياغته إلى كارل سيغان فالنظر الحديثة إلى المصطلح متشكك لا يعني متشائم أو ساخر أو وسواسي أو أنه عدمي أفوا أو أنه عدمي بمعنى أن به ينتهي كل أمر أو لا يقبل بعده أي شيء بل العكس صحيح فالمتشكك العلمي يتقبل حدود ونقاط الضعف في أدمغتنا ويعمل لها حساب ويضيف إليها قوة نهج التصحيح الذاتي الذي يتميز به النهج العلمي أي أن التشكيك العلمي يخلق لنا فلتر يمر من خلاله كل الإدعاءات بلا استثناء كي تصبح معتقداتنا منطقية بدل من كونها تبريرية يعني بمعنى آخر يعلمك كيف تصطاد السمك ولا يعطيك السمك وهذا طبعا مثل صيني قديم يقول نوفيلا بأنه شخصيا تحدث وقدم المحاضرات عن التشكيك العلمي على مدى سنوات عديدة ولقد وصلته رسائل شكر كثيرة وإيميلات من أشخاص قاموا بتبني القوانين الأساسية للتفكير النقدي وطبقوها في حياتهم اليومية فنجوا بأنفسهم وبأحبابهم من المحتالين أو حتى من أخذ القرارات السيئة عن الاستثمار مثلا أو عن الأمور الصحية أو المشتريات والتبضع وغيرها أو حتى لأن لا يكون عرضة للخداع في إدعاءات عليها مسائل أو أسئلة استفهام كثيرة يعني مثل الشبكة التواصل الاجتماعي عندنا الكثير يطلعون والكثير يدلون بدلهم في أمور ويقولون الكثير ويدعون الكثير من الإدعاءات فعلينا أن نكون حريصين أن كيف لا نكون عرضة لكل ما يقال على شبكة التواصل الاجتماعي يكون عندنا فلتر يعمل فلتريشن لكل ما يقدم وبعد ذلك سيقوم بتلخيص أو أنا أيضا سيقوم بتلخيص لما قمنا بعرضه في هذا الكورس حتى الآن فقد تعلمنا مثلا أن الدماغ البشري على الرغم من قوته به الكثير من الخلل ونقاط الضعف فنحن فقط ندرك ونركز على جزء صغير جدا من العالم حولنا وهذا الجزء بالأساس مشوش بصورة كبيرة لأنه عبارة عن جزئيات مركبة يتخلى لها تفاصيل غير موجودة بالواقع أي مفبركة وأننا وفي اللحظة التي نجرب بها أمر ما تصبح هذه التجربة معلومات حسية لا كما هي بالواقع لكن كما تم استبصارها من قبل المدخلات الحسية التي بها عيوب كثيرة وبعدها تبدأ الذاكرة بإضافة الملح والفلثل والبهارات إلى القصة لتبدلها وتحدثها بصورة قد تصبح تماما مغايرة للواقع بالواقع كل مرة نتذكر شيء نحن نضيف ونبدل وندخل تفاصيل أكثر على القصة أي أننا كلما تذكرنا القصة كلما قمنا بتحديث جديد لها بالذاكرة وفي نفس الوقت نحن ندرك بأن البشر كائنات منطقية وعاطفية وذلك لأننا نأتي إلى الوجود مع حزمة من مع حزمة من الاحتياجات العاطفية والانحيازات والديفولت أو الوضع الافتراضي الذي تتخذه أدمغتنا عند قيامها بالعمليات اليومية هو أن تتم قراراتنا جميعا باللاوعي أو أن تكون نتيجة الإحكام تم استبصارها تحت ضوء خافت بسبب العاطفة أو لأسباب عاطفية ومن ثم نمنطق هذه القرارات أي نصيغها بصورة تبدو منطقية وهي ليست كذلك أو نبررها يعني مثلا عندك المؤمن عندما يتكلم بالمنطق أو الربوبي عندما يتكلم عن أدلته لوجود خالق هؤلاء إما يمنطقون المسألة أو يبرروها فنقع ضحايا السقطات والانحياس في التذكير والمغالطات المنطقية والمعلومات الناقصة والضعف الشديد لدينا في الحساب والتقديرات الأحصائية وغيرها في الواقع هناك كم أكبر مما ذكرنا بهذا الكورس من الانحيازات يعني اللي ذكرناها من الانحيازات الإدراكية كانت مجرد أهمها أو اللي معروفة أكثر فيها لكن في أكثر من ذلك بكثير من اللي عرفها علماء النفس فهؤلاء قاموا بدراسة كل ما يقوم البشر بوصفه كإحساس طبيعي غير مفهوم أو مثلا يقول أنا أعرف هذا الشيء بالفطرة أو يقول gut instincts حسب بشيء معين ولكن هذا الإحساس لما يكون مطابق للواقع هنا يدرسون المختصين ويضعون لها اسم أو مصطلح يطلقوا على كل خطأ إدراكي مصطلح معين تحت بنت كلها تدخل تحت بنت الانحيازات الإدراكية يمكن تذكرون الانحياز التوكيدي اللي يتكلمنا عنه ويتكلمون عنه كثير هو أكثر شهرة ما غيره هذا واحد من الانحيازات الإدراكية وهذه بعض الأمثلة الأخرى من الانحيازات الإدراكية في عندك the forward looking bias أو انحياز التطلع إلى الأمم وهو الافتراب بأن كل ما هو قائم أو يحصل حولنا الآن سيكون موجود معنا دائما ولن يتغير أي مثلا قول أنه بما أن النزاعات القديمة لا زالت مستمرة بين البشر إلى يومنا هذا فلابد أننا مقبلين على مستقبل مظلم من مثل انتهاء الطاقة مثلا ثم يفترضون أن المتغيرات الحالية ستظل أو هم يفترضون أن المتغيرات الحالية ستظل كما هي ولأجل مسمى أي أن التغيير ماشي على وطيرة واحدة وكأنه لن يكون بمقدورنا مثلا أن نطور تكنولوجيا جديدة لكي تتغير طبيعة الأمور فهؤلاء لا يدركون أنهم وقعوا ضحية انحياز التطلع للأمام عندك الناس مثلا اللي دائما يقولون التاريخ يعيد نفسه فهؤلاء يحكمون على ما حصل في وقت أو زمن معين وكيف أنه يعيد نفسه دون أن يدخلوا لماذا اللي حصل أعاد نفسه أو لا يدخلون التدخل أنه ممكن في المستقبل يكون الوضع مختلف ثانياً هناك أيضاً hindsight bias أو انحياز النظرة الخلبية هذا الانحياز يجعلك تعتقد أنه بعد وقوع الحدث وتأكدت من نتيجة أو بيّنت لك الأحداث التالية للحدث ما حصل على أرض الواقع بأنك أها أنا كنت عارف بأن هذا سيحصل فكل الدلائل كانت تشير بأن هذا الأمر كان حتمي وعادة لا يكون كذلك يعني وقت الوقت وقت اللي الحدث صار لم تكن كل الأدلة تدل أن هذا بالتأكيد سيصبح لكن بعد الحدث يقول أنا كنت حاسة في أن هذا الشيء سيحدث ثم تقوم بمسائلة المسؤولين لماذا لم يتخذوا التدابير اللازمة لمنها أو حتى تقاضيهم عندك مثلاً بوش والقاعدة بوش مثلاً كان في وقته حصلت واحد أعمال إرهابية فالكثيرين قالوا لماذا لم يقوم بوش بالاحتراز لما حصل للبرجين فأكيد هو بعدين طبعاً دخلوا ودخلوا فيها مؤامرة وغيرها لأن هم يقولون أن هذا كان ممكن أن نمنعه وبوش لم يمنعه لكن هل معقولة يعني في كل الأمان أو أنه مثلاً شافوا في فيلم قديم ممكن يكونون الأرهابين شافوا هذا الفيلم وأكيد هم طبقوه على البرجين الفيلم اللي كان طائرتين في برجين فهذا هو اللي شافوه هو اللي حصل فكان لازم بوش يتوقع هذا الشيء أو كان لازم الـ CIA يتوقع هذا الشيء طبعاً الـ CIA حتى لو بيتوقع فما رح يكون شيء أكيد ولذلك هم وهذه انحيازات يعني ممكن تعمل مشاكل في أمور كثيرة طبق لها بعدين هؤلاء سيقومون بعمل كل ما بوسعهم لصياغة الأسباب لكي تبدوا الفكرة التي يحملونها منطقية ولينتقدوا من لم يضعها بالحسبان معتقدين أنهم لو تعلموا معلومهم بنفسهم تعبوا الحصول عليها أن الجميع يعرفها هذه بعد جزء ثاني من هذه تهم مثلاً التعليم لما يكون المدرس مثلاً سيء فهو تعلم المعلومة بشكل وتعب عليها فلما يدرس التلميذ والتلميذ لم يفهمها فهو يشوفها أبويس ليش ما تعلمها وليش ما فهم نفس الطريقة اللي أنا فهمها فلابد يعني هي سهلة ويعرفها الآخرون فلماذا لا يعرفها هو وهذا ممكن يؤثر في سلك التعليم ممكن يؤثر في سلك القضاء ممكن يكون في الطب وغيره في كل المجالة هناك أيضاً ما يعرف بالانحياز بانحياز التردد الوهمي أو the frequency illusion هذا الانحياز سائد بصورة كبيرة بين البشر وهو أيضاً يعرف بظاهرة بادر مينيوف هذا أعتقد جيرمن بادر مينيوف فينامنا فهل سمعت كلمة للمرة الأورى مثلاً نقول أنه في مثلاً كلمة بادنجان سمعتها لأول مرة ما كنت تعرفها مثلاً ثم بعد يوم أو يومين تسمع أو ترى نفس الكلمة الجديدة مرات عديدة بعد ذلك وكأنه مقدر لك بأنك تراها تفتح كتاب تشوفها تروح تتكلم مع شخص بالتليفون الكلمة مرة ثانية تجي فهل هذا صدفة أن الكلمة هذه مثلاً تجيك على طول وورا بعض هكذا من بعد ما تعلمت أول مرة هل هي صدفة هذا أمر لا يمكن أن تسانده البيانات الإحصائية لحدود الشيء بالوضع الصدفة المحضة أو العشوائية الممعقولة أنها تكون صدفة لكن ما يحصل وأن الإحساس بتكرار رؤيتك للشيء بعد أن صادفك للمرة الأولى هو وهم أساس هذا الوهم هو أن المعلومة الجديدة كانت موجودة دائماً لكنها دخلت إلى عالمك أنت الإدراكي للمرة الأولى أي انتبه عليها دماغك وعمل لها صورة أو pattern يقوم من خلاله قياس كل المدخلات اللاحقة ليطابقها مع هذه الصورة فيركز عليها بينما لم يكن قبل ذلك منتبهنا كل هذه العوامل هذه بعض ثلاث عوامل جديدة بل كلها العوامل واللي درسناها أو خذيناها من المحاضرات الثانية كل هذه العوامل والانحيازات تتآمر مع بعضها البعض لتقودنا إلى بناء معتقدات راسخة على أرض صلبة احتمال صحتها أو أن يكون لها صلة بالواقع هو ضئيل جداً أو حتى صدر فاعتقاداتنا بالواقع ما هي إلا سرديات قصصناها على أنفسنا وقمنا بعد ذلك بترقيعها بمعلومات مشروخة ونستمر في تحديثها بمجموعة من الانحيازات الإدراكية وحاجاتنا العاطفية ورغباتنا من المهم جداً أن نفهم هذه المسألة لأن هذا ما يميز من يمتلك تبكير نقدي سليم مع غيره ومتى ما تقبلنا فكرة أننا لا يمكن أن نتق بالمطلق بالمعلومات الموجودة لدينا بالذاكرة فسنصبح حينها أكثر تواضعاً في وجه تجاربنا الشخصية وفيما لدينا من معنا ومن ثم سنكون منفتحين للأمور الضرورية وللتوجه المنهجي في الحصول على المعرفة وعلى الأساليب الملائمة للتعويض عن كل العيوب في طريقة عمل أدمغتنا ونوع ما فبالعلم وبالتفكير النقدي مجتمعين نستطيع عمل الإصلاحات اللازمة لكل العيوب في منطقنا البشري هذا التفاهم عمل نقلة نوعية لفهمنا لأنفسنا وللعالم الذي نحيى به ومع كل ذلك فحتى من يتمتع بالمعرفة العملية للتفكير النقدي ليس يعني ما عنده مناعة من أن يقع في الخطأ لأن من الصعب عليه أن يتقبل وبصدر رحب أن احتمال أن يقع ضحية خداع النفس هو أمر وارد فكل يوم نسمع الناس يقولون أشياء من مثل كيف ممكن أن تكون كل هذه الجموع على خطأ؟ خطأ أو هل تعتقد أن كل من يعتقد بأنه على سبيل المثال قد تم خطفه من قبل كائنات فضائية أو رأى شبح أو جني أو شعر أنه تعافى بعلاج ما وهكذا هل تعتقد بأن كل هؤلاء يكذبون أم أنهم مجانين؟ وكأن هذين هما الخياران الوحيدين أي أن توصل شخصا ما لمعتقد خاطئ وغير واقعي فلابد إما أن تكون لديه مشكلة ما بعقله أو أنه في الواقع يكذب علينا ويتقصد إذا هذا مع العلم بأن الموضوع يتلخص بكون ذلك حالة طبيعية بالبشر فنحن جميعا وفي كل الأوقات نصل إلى اعتقادات خاطئة بصورة دراماتيكية عاطفية فإنحيازاتنا وإحتياجاتنا هي التي تقودنا دون أن نعي بهذا الاتجاه إلا إذا أدخلنا هذه الاعتقادات بفلتر التفكير النقدي وأجمالا نحن نخطئ وبصورة كبيرة في تقدير قابليتنا الطبيعية لخداع النفس حتى بين من يتمتعون بالتفكير النقدي والمتشككين فنحن جميعا نريد أن نرى أنفسنا ككائنات منطقية لكن هذا بالواقع هو القمة في خداع النفس على الإطلاق فأن كنت تعتقد بأنك لست منحازن مثلا أو أنه لا يمكن أن تصيغ اعتقاداتك الخاطئة بصورة تجعلها تبدو وكأنها منطقية فهذا بذاته هو أعظم انحياز على الإطلاق هذا هو الانحياز السيد الذي ممكن أن يهدب كل آليات التفكير النقدي لديك حدثنا بالسابق عن أخطاء الخبراء الذين يعتقدون بأن خبراتهم ستجعلهم معصومين من الخطأ وكيف أنه غالبا ما يكون العلماء والمفكرين العظام هم أكثر قابلية لخداع النفس وذلك لأنه يصيبهم الغرور فيفقدون تواضعهم العقلاني وهذا هو الدرس الأكبر الذين تحلموا من علم الأحصاب وعلم النفس مجتمعين أي أنه من الضروري جدا أن نتواضع في وجه معارفنا الخاصة ومعتقداتنا لما كنت أخذ مثلاً الكورس بالسمستر الماضي خذيت كورس بالجامعة كان عن تطور الإدراك المدرسة قالت شغلة عجبتني وايد العلم الذي لا يتواضع العالم الذي لا يتواضع ستزيد ثقته بنفسه فيخطئ ويفقد الآخرون الثقة به ورجوعاً للسؤال الذي يقول هل من المعقول أن يكون كل هؤلاء مخطئين نقول نعم فالملايين وحتى البلايين من البشر ممكن أن يكونوا مخطئين تماماً عن اعتقاد ما حتى لو ظل هذا الاعتقاد معنا لمدة المئات أو حتى الآلاف من السنين فالعدد لا يعني الصحة فهذه مغالطة الالتماس بالكثرة أعطيك مثال على اعتقاد ساد بين الثقافات الغربية تم قبول هذا الاعتقاد وبدون مناقشة كمسلمة منذ الآلاف من السنين وهذا الاعتقاد هو بأن إراقة الدم هو علاجه الناجح يعني لما تشق الجلد الفلش وطلع منه تمشي الدم منه هو يعالج مرض ما أو للتحصيل ضد مرضنا طبعاً هي نفس فكرة الحجامة عند المسلمين أي أمم بأكملها ممكن أن تتبنى اعتقادات مبنية وبقوة على الانحياز التوكيدي في الفكر الجمعي لها واليوم لدينا الأدلة على أن هذه المسلمة خاطئة تماماً فالانحياز التوكيدي بوسعه أن يكون قوياً جداً في خداع النفس ولا تنسى أيضاً الضغوط المجتمعية للتأكيد على الهوية الخاصة بالجماعة عند ربط هذا المجتمع بنظام اعتقادي معين سائد بين الجماعة والآن إن كنت من المستمعين لهذا الكورس أو من المتابعين لهذه السلسلة من ذهنك المخادع فلابد أنك تريد أن تكون بالفعل ناقد فكري أفضل وحتى تكون كذلك فأنت عليك أولاً أن تطبق آليات التبكير النقدي التي تعلمتها على نفسك قبل الآخرين يقول ريتشارد فايمن الفيزيائي الشهير في اقتباساً له عن موضوع التبكير النقدي المبدأ الأول هو أن لا تخدع نفسك فأنت هو أسهل من تستطيع خداعه وحتى لا نخدع أنفسنا فنحن علينا أن نعي بأن هناك حوائق تستعرض طريقنا عندما نرغب باستخدام آليات التبكير النقدي وخصوصاً عندما يتعلق الموضوع بالنفس فما أن تستثمر على سبيل المثال الأنا لديك باستنتاج ما فمنطقك المنحاز ذاتياً سيتوسط المشهد ويبدل مسار تبكيرك النقدي إلى ذاك الاتجاه وبالنهاية سيصبح تعليمك ومعارفك وآليات التبكير النقدي لديك كلها غير فعالة وذلك لأنها كلها ستقودك إلى الأجوبة الخاطئة بل وستكون أكثر ثقة بمعلوماتك الخاطئة لأنك قمت بصياغتها لتبدو منطقية أو قمت بتبريرها بصورة أنيقة لتبدو ثقافية رفيعة المستوى إلا إذا بالطبع قمت بتطبيق آليات التبكير النقدي على اعتقادات الشخصية أولاً وبالمقابل قمت باستثمار الأنا لديك بعملية التبكير النقدي بذاتها وليس باتجاه أو استنتاج معين ترغب به منذ البداية عندها ستكون لديك حرية أكبر في اتباع المنطق السليم والأدلة حيثما تقودك ما رح ينبك وفي الواقع ستكون فخوراً جداً بقدرتك الذاتية لتغيير رأيك كلما تواجدت معلومات جديدة لأنك لست مرتبط عاطفياً لأي نتيجة وجل ما تخشى سيكون بأن تنعت من قبل الآخرين بكونك صاحب منطق أعوج أو أنك منحاز فكرياً أو أن بياناتك ناقصة لأنك انتقيتها انتقاء الكرس ولكي تلبي حاجتك بأن تبدو متناسق بأفكارك أو حاجاتنا كلنا بأن نبدو متناسقين بأفكارنا والتي هي حاجات عاطفية لأناك فأنت ستركز على أن تكون العملية البحثية بذاتها صحيحة وليس أن تكون المسألة التي استثمرت نفسك بها هي الصحيحة ذكرت بالسابق بأنه لا يمكننا تغيير الطبيعة البشرية في كون شخصياتنا تبدي مقاومة شديدة للتغيير سواء كان هذا التغيير بالعلاج النفسي أو بأي وسيلة أخرى لكن علماء الأعصاب الحديث وجدوا أن الدماغ ممكن أن يغير دوائره الكهربية كرد فعل للاستخدام المستمر للشيء أو ما نقوله وهذا ما يسمى ببلاستيكية الدماغ وأحياناً يكون هذا ما يفعله التعليم فالدماغ ممكن أن يتعلم وممكن أن يتذكر ونحن اليوم نستطيع أن نرى هذه العمليات في تغيير الدوائر الكهربية عندما تحصل بالدماغ بواسطة تكنولوجياتنا المعقدة المتجددة والعادات بالتبكير هي الأخرى منقوشة بصورة أكبر في الدماغ ومن الصعب تغييرها لكن وبكل بساطة ما لا تستطيع أن تغيره هو شخصيتك الأساسية ويعني بروفايلك أو ملفك الشخصي فالشخصية أثبتت أن لها مقاومة شديدة للتغيير لكن ما يمكن تغييره هو كيفية التعامل مع بنيتك العاطفية الأساسية وهذا يبدأ مع ما يسميه بعض علماء النفس emotional intelligence أي الذكاء العاطفي أي أن تكون فطيناً بما يخص بنيتك العاطفية وهذا هو السبب الأساسي بأهمية معرفتك لاحتياجاتك النفسية وانحيازاتك الإدراكية وكل شيء تطرقنا إليه في هذا الكورس ولذا فنحن لا نستطيع أن نغير ما تطورنا إليه بما يخص احتياجاتنا العاطفية الأساسية وكيف ستكون ردة أفعالنا للأشياء وللانحيازات الشخصية المشتركة والسائدة بيننا لكن ممكن أن نغير طريقة تعاملنا مع هذه العواطف والحاجة فنحن عملياً بإمكاننا أن نشغل عملياً نتكلم أن نشغل الفص الجبهي بأدمغتنا ونسلمه القيادة فنطور بذلك ردود أفعالنا لتصبح مع الزمن وكثرة الاستخدام عادة منقوشة أي أننا ببدل بعض الجهود باستطاعتنا أن نبدل ردود أفعالنا القديمة بأخرى نتعلمها ونجعلها منقوشة كعادات يقول المؤلف بأنه وعلى مدى هذا الكورس الذي قام به عدة مرات قام به بدعم التبكير المنطقي والنهج العلمي والتبكير النقدي كثيراً ما يواجه أسئلة من البعض بمدى مساهمة هذا النهج من التبكير النقدي والمنهج العلمي بالقضاء على عواطفنا الإنسانية أي أنه يقول إذا كان الشخص يعني منطقة أو علمي لهذه الدرجة وين حاسيسنا وين إحنا بشر فكثيراً ما نسمع أشياء من مثل يعني مثلاً ماذا عن الحب؟ ماذا عن الجمال والفن؟ وكل ذلك سينتهي إن كنا عمليين ومنطقيين مية في المية ماذا عن القمر؟ القمر فقط جماله بعد أن اكتشفنا ما هو ما لا يدرك هؤلاء أن التفكير النقدي لا يخالف كل هذه الأشياء والعلم أيضاً لا يخالف كل هذه الأشياء فالقالب العاطفي الكامل هو جزء من الأحوال الإنسانية والعاطفة هي شيء صحي وحتى من المنطقي تبنيها وهذا جزء من النقطة التي أراد نوفلة أن يوصلها للمتابعين فهو لا يدعوك إلى التنكر لإنسانيتك أو أن تتنكر للعواطف الإنسانية ما يدعو إليه هو وبكل بساطة أن تكون قادراً على فهمها وأن تفهم تأثيرها على طريقة تفكيرك لكي ترسم وتخطط عمليات تنظيمية قودك لاستنتاجات تستطيع أن تكون أكثر ثقة بها فعندما تكون المسألة خاصة بالجمال والفنون يقول نوفلة بأنه يتفق مع وجهة نظر ريتشارد داكنز التي يشاركه بها الكثير من العلماء كما ذكره داكنز في كتابه The Unweaving the Rainbow أو نسل نسيج قوس القزح ففي هذا الكتاب قال داكنز بأن الفهم العلمي لظاهرة قوس القزح لا يقلل من جمال قوس القزح بتاتاً بل يضيف له بعد جديد فنحن نحيا في عالم جميل ولطيف ومعقد بذات الوقت فهم كيفية عمل هذا العالم هو بذاته شيء له عمق جمالي ولو إذا نرجع لآينشتاين وسبنوزا نرى كيف أنهم كانوا علماء وفي نفس الوقت كانت عندهم فلسفة حب الطبيعة لدرجة العبادة ويضيف نوفلة على ذلك عندما أو حب العمليات القوانين الطبيعية لدرجة العبادة ويضيف نوفلة على ذلك عندما يشير إلى أن هذه المعرفة التي هي نتاج النظرة العلمية للعالم تعطينا القدرة على أن نرى أشياء من مثل حلقات زحل بصورة أدق وأعمق ويعطينا جماليات أكثر لنتمتع برؤيتها بسبب ما أنتج من هذه النظرة العلمية للعالم وتزامنا مع هذه النظر الجمالية فنحن ندرك بأنه طالما يتعلق الأمر بالنظريات والحقائق العلمية فلا توجد مطلقات في ما هو صحيح أم خاطئ بل فقط يوجد درجات من الثقة في كون الشيء صحيح أم خاطئ وعلى وعلى كل ذلك وكل الاستنتاجات تكون مؤقتة وذلك لأن معلوماتنا دائما تكون ناقصة وتتكامل مع الزمن بمعنى آخر ما قاله الفيلسوف رالف إميرسون عن الحياة بأن المعرفة الإمريقية أو التجريبية هي رحلة وليست وجهة وجهة معينة أو عنوان معين يطبق هنا أيضا علينا أن نكون مرتاحين مع عدم اليقينية فأن كنت تعتقد بأنك توصلت إلى الحقيقة المطلقة أو إلى الجواب النهائي للمسألة المطروحة أمامك فعندها ستنتهي رحلتك أهمية هذه الرحلة تكمن في مسارها أي بالعمليات التي تتطلبها تطبيق العلم والتبكير النقدي ومرة أخرى هذا يرجعنا للتركيز على العملية نفسها بدلاً من الرغبة للوصول إلى أي نتيجة معينة نتمنى أن تكون هي الحقيقة المطلقة أو الاستنتاج النهائي وفي الواقع هذا منظور جيد يمدنا بالقوة للسيطرة على الأمور حولنا فليكن المفكر الناقد مرتاحاً مع موضوع عدم اليقين ومرتاحاً مع حدود المعرفة البشرية ومدرك للعيوب الطبيعية الكثيرة بأدمغتنا ولحدود الذكاء البشري وعليه أن لا يكون مرتبطاً بأي استنتاج بعينه وذلك لكي يكسب المرونة في وجه الأفقار والمعلومات الجديدة وبنفس الوقت لا يخشى الاعتراف بأن الأفقار موضوعياً أفضل من الأفقار بعض الأفقار موضوعياً أفضل من الأفقار فنحن بالنهاية نعلم بعض الأشياء فقط والمعرفة العلمية من الممكن أن تزيد ثقتنا بهذه الأشياء وعلينا أن نقر بأن بعض سوري وعلينا أن نقر بأن بعض البيانات أكثر ثقة من غيرها والمنطق أيضاً ممكن أن يكون فعال أو غير فعال فكوننا مرنين لا يعني أن نكون سادجين في وجه أي إدعاء بل يعني أن نكون قادرين على تحليل كل الإدعاء كل الإدعاءات بطريقة نقدية وبتطبيق الحكم العادل عليها كلها كل حسب مزاياها الخاصة هناك سؤال آخر كثير ما نجده يطرح من قبل من يتطلع لتحسين فكرهم النقدي مفاده هو كيف نتعامل مع الأهل وأصدقاء أعتقد أن الدكتور شاهين في الحلقة الماضية ذكر هذا أن لا نستطيع مع الأهل والأصدقاء نتعامل بنفس الطريقة ماذا نستطيع أن نفعل عندما يذكر أحد منهم إدعاء أنت تعتقد أنه خاطئ أو أمر غير فعال يقول نوفلا بأنه وبكل صراحة أو حتى ممكن أحنا أحد من الأهل يقول لك مثلاً على شيء أنت لا تتفق معه هو يقول بصورة إيمانية يتطرق لها وأنت لا تتفق وياه يقول نوفلا بأنه بصراحة لا توجد إجابة واحدة لهذا السؤال فهو يعتمد كثيراً على علاقتك بالشخص لكن توجد بعض الأمور التي من الممكن أن تضعها بعين الاعتبار عندما تواجه هذه المسألة علينا أن ندرك بأن لا أحد منا يحب أن يقال له أنت مخطئ هذا أول شيء أو لا يحب أن يصلب من أي اعتقاد لديه قيمة خاصة عنده وبنفس الوقت لا تريد أن تبدو وكأنك متقبل لمعتقد غير منطقي أو خاطئ ولذا فلابد من وجود اتزان حساس جداً عند التعامل مع هذا الموضوع وخصوصاً مع الأقرباء فقد يكون أمر مهماً ويترتب عليه قرارات مهماً من مثل هل ستقوم بطلب علاج بديل مثلاً لمرض خطير لك أو لأحد أقاربك مما ينصحك بعمل ذلك أنت لا تريد أن تسقط بوجه من يطرح عليك أمر تعلم أنه سيؤدي لأخذ قرار سيء وبنفس الوقت لا تريد أن تبدو متعجرفاً ومصمماً على رأيك بعدم فعالية هذا العلاج وخصوصاً إن كان هذا الطرف الآخر مهم بالقرار أحد الطرق التي ممكن أن تساعدك هي أن تسأله عدة أسئلة حاول أن تشغل الميل الطبيعي لدى الآخر لتبني لديه حب الاستطلاع وليقوم هو بدوره في وضع الأسئلة شقل آليات التبكير النقدي والتشكيك بأدمغتها أما إن قمت بالمواجهة لدحط إدعاءاتهم فأنت بهذه الحالة ستشقل النظام الدفاعي لديهم وتفعل المنطقة التبريرية لذا أعمل العكس فقط أسألهم أسئلة من مثل كيف تعتقد أن العلاج الذي نصحتني به سيعمل وكيف نعرف أنه فعال وألا تعتقد أن الخيار الآخر ممكن أن يكون حقيقي أو فعال وأيضاً نحن ندرك بأنه من النادر جداً لأي شخص أن يتخلى عن منظومته القيمية أو اعتقاداته الراصخة عندما يواجه معلومات تناقض معتقداته بالواقع بيّنت البحوث الحديثة بعلم النفس بأنه عندما يواجه من لديهم اعتقادات راستها بالحقائق التي تعارض اعتقاداتهم وهم يزيدون على العناد والأسرار عليها وبصورة قد تكون أقوى من لديهم ويرفضون رفضاً باتاً لكل ما يعارضها وذلك لأنهم بهذه الطريقة وبهذه المواجهة يتم تشجيعهم على الدفاع عن اعتقاداتهم وعلى التبكير في إيجاد التبريرات التي تساند هذه الاعتقادات والتخطيء ما يناقضها وبالنهاية تكون النتيجة هي تقوية الاعتقاد لديهم بدلاً من جعلهم يفكرون بصورة نقدية أو تشككية أفضل لذلك المعتقد هناك طريقة أخرى هي أن تستخدم المرادفات عند الحديث عن الموضوع يعني لا تكون مباشراً عند الحديث عنه أو قدم إمثلة تشجعهم على الاستفسار عن جوانب معينة من معتقدهم أي إزرع بدرة التبكير النقلي والشكل ومن ثم شجعه وسقيه على مدار الزمن وانتظر لترى كيف يتطور فعلى سبيل المثال لو قال لك أحدهم أنه قرأ قصة خط كائنات فضائية أو أن جني أو جنية تلبست عندما كان نائماً في فراجه عند الفجر فقال لك أنه يصدق ذلك لأنه شخصياً مر بنفس التجربة فبدلاً من أن تقول لهم أن تجربتك هذه ليست صحيحة ليست حقيقية أو أن تفسيرك لما حدث غير صحيح وأن هذا لم يحصل لك فتشجعهم بذلك أن يتخذوا موقع المدافع بدلاً من كل ذلك تستطيع أن تقول حسناً أنا قرأت بمكان آخر لأن هناك أشخاص مروا بنفس التجربة أي نفس التجارب التي قلتها وتبدو لي أنها نفس ما شرحته ووجد لاحقاً بأن البعض منهم حصل معه حالة عصبية معروفة بمصطلح ويكينج دريم أو الحالة ما بين الحلم والصحوة وبعد ذلك ممكن أن تزودهم بالروابط لمقالات بها معلومات أكثر وهكذا ومن الأمور المثيرة بحق هو رؤية هذا الصراع الدائر بين التفكير النقدي لدى الشخص أي أغلبه في الفص الجبهي وبين الانحيازات الإدراكية العاطفية التي تشد لأعتقاده أي الدماغ الأكثر بداية هذا الصراع يبدو وكأنه نقاش يحصل ومجادلة بين الوجهتين أو ربما يكون هو نزاع نزاع فعلي يحدث بداخل أدمغتنا نزاع بين المناطق المتعددة والشبكات في أدمغتنا فأجزاء من الدماغ تقول لك عليك التفكير أو الاعتقاد بشيء معين بذاته عندما تسمع معلومة ما بينما تقوم الأجزاء الأخرى من دماغك بفلترة المعلومة واختبار مدى مطابقتها للواقع أو بأي عمليات أخرى فالتبكير النقدي هو عملية تشغيل النشاطات العليا للقشرة الدماغية ليعمل على ثلثرة معتقدات الجزء الأكثر بداية في أدمغتنا للسيطرة عليها كي لا نقع بالخطة فنحن لا نتطلع فقط بأن نكون ناقدين ماهرين لأنفسنا لكننا أيضا نتطلع لأن يكون من هم حولنا أيضا بقاد ماهرين أو على الأقل غير سادتين وأبعد من ذلك لو كان هدفنا هو أن نجعل المجتمع بصورة عامة يتمتع بالثقافة العلمية والتفكير النقدي بصورة أكبر فنحن نستطيع تغيير نظامنا التعليمي برمته وثقافاتنا وعاداتنا وتقاليدنا البالية التي لا تتماشى مع زمن الحداثة ممكن هي الأخرى أن تتغير وبالخصوص فيما يتعلق بالطريقة التي تقوم بها وسائل الإعلام بنشر العلم والمعارض وكما شاهدنا في المحاضرات السابقة فمجتمعاتنا وبصورة عامة تقوم بعمل يعتبر جدا ضعيف في تعليم الأفراد آليات التفكير النقدي وفي إزالة الأمية العلمية وكمجتمع مدني يتحتم علينا أن نتعلم بأن العلم والتعليم هما عمليات مستمرة أو رحلة ومسار وليست وجهة معينة ينتهي عندها المشوار فالإصرار على مجموعة الأجوبة المعلبة والمعتقدات التي لا تقبل التغيير يجب أن ينتهي والمقالات الخاصة بالأخبار العلمية على سبيل المثال يجب أن تكون بصيغة يفهم منها بأن العلم هو عمليات مستمرة متتالية تصحح مسارها بالاكتشافات العلمية المستجدة وليس نتيجة نهائية قلبت كل الموازين لتعطينا الجواب الحقيقي أو النهائي لمسألة التعليم النظامي أيضاً عليه أن يركز على أن يعلم أبنائنا كيفية عمل العلم أو العمليات اللازمة لكي يكون المنهاج العلمي صحيحاً وليس أعطائهم الأجوبة النموذجية لكي يحفظوها في الصدور ويقدموها بالامتحانات وتتعلق بذاكرتهم كأجوبة مطلقة وأيضاً نحن بحاجة للنظر للتعليم على أنه عملية متواصلة لا تخف عند أعتاب الصفوف الدراسية وكما تبين لنا الأدلة فأكثر جزء من تعليمك الفردي ومن معارفك يكون بالواقع خارج نطاق الصفوف الدراسية ويقول ستيبن نوبيلا بأنه شخصياً يعتقد بأن انشغال العلماء المتزايد لتبقيف العامة بوقتنا حالي مثل عندنا مثلاً دكتور فرويد أو لجعل العلم أكثر شعبية هو أمر مشجع للغاية فهؤلاء يحاولون أن يجعلوا مجالاتهم العلمية مفهومة وفي متناول أكبر قدر من الناس فهم يساعدون على التعليم المستمر سواء عن طريق المدونات أو البودكاستات أو أي من وسائل الترابط الاجتماعي يوتوبات مثلاً فهذه وسائل جديدة عظيمة تمتلكها حضارتنا لنشر المعلومات ولغلق الفجوات وعمل جسور الاتصالات بين العلماء الذين يعملون بالواقع بمجالات مهنية علمية وهم الخبراء الحقيقيون في مجالاتهم والذين أيضاً لديهم رغبة بتتقيف الجمهور بما يخص مجالاتهم العلمية وبين العام وهناك أيضاً من يرى بأن التكنولوجيا وبصورة كبيرة هي هي المسؤولة عن النزعة الحاصلة بين العامة اليوم لكي يكون تفكيرهم أكثر علمي وأن يزدادوا ثقافة ومعرفة ومع أن عدد من عندهم هذه النزعة لازال صغيراً نسبياً يعني مثل ما قاعد نشوف إحنا اللي يتابعوننا واللي يتابعون القنوات الثانية يعني هم قليلين شوية لكنه مستمر بالتحسن مع مرور الزمن على وعلى ذلك فالتبكير النقدي هو عملية للتساؤل وللقيام بالتحديث المستمر لبياناتنا ومعارفنا فنحن بالتعليم المستمر لن نقتنع بالرسوء إلى معلومة ما ونعاملها وكأنها الحقيقة النهائية هذا على الرغم من وجود رغبات عاطفية تحدنا وتجعلنا نبحث عن إجابة بعينها وأن نجمد معتقداتنا عند هذه الإجابة أي ننتهي من العملية ولا نشغل بالنا بالموضوع بعد ذلك يوجد المصطلح في التحليلات الأحصائية لهذه الوسيلة المستمرة بتحديث البيانات هذا في علم الأحصاء تحديث البيانات كلما حصلنا على معلومات جديدة يطلق عليه بصطلح بايزين أبروتش أو النهج البايزياني والتحليل البايزياني يبدأ بالتقبل الاحتمالية السابقة أولاً نتقبل الاحتمالية السابقة أي احتمال أن تكون ظاهرة ما حقيقية أو أن الدعاء ما أو فرضية أن تكون صحيحة حسب كل المعلومات المتوفرة لدينا أو حسب كل العلوم التي تراكمت علينا عنها حتى وقتنا الحالي ومن ثم ننظر للمعلومات الجديدة ونحدث الاحتمالية السابقة عليها التحليل البايزياني عندها سيعطينا الاحتمال الأحدث أي ما هي الاحتمالية الأحدث بكون الادعاء صحيحاً مع ظهور البيانات الجديدة وهذه العملية نحن نقوم بها عموماً بكل شؤون حياتنا اليوم وكلما تعلمنا أمور جديدة فنحن نحدث ما نعتقده عن العالم حولنا نحن نقر بكل ما يحد معارفنا والأمور غير الحتمية ببياناتنا واستنتاجاتنا ونظل نحدث بصورة نظامية مستمرة كلما حصلنا على بيانات جديدة ولذا فكل استنتاجاتنا تعتبر معقدة لكننا أيضاً ندرك بأن هناك مستويات من الثقة وبعض الاستنتاجات ربما تكون قد حازت على ثقة عالية لدرجة أننا نعاملها أفول وكأنها في طريقها لأن تكون حقائق علمية أو معلومة صحيحة 100% في بعضها يعني نعتبرها اليوم كأنها حقائق علمية وأنها صحيحة مع أننا بالواقع لن نصل لتلك الدرجة من اليقينية لأننا دائماً نكون منفتحين للمراجعات الجديدة وأيضاً نحتاج أن ننوه بأننا نعيش في حضارة معقدة جداً بل في عالم يزيد به التعقيد وهناك الكم المتزايد من المعارف العلمية بحيث أن معارفنا العلمية لا تكبر فقط بل تكبر وبصورة زايدية وفي المقابل لدينا ما يسمي علماء النفس بالبيئة التطورية والتي يقصدون بها البيئة الجديدة التي يتطور من خلالها الكائنات فحتماً هذا التطور هو هائل ومعقد كما هو بصورته الخاصة للكثير من النباتات والحيوانات لكن لا شيء يعادل تعقيد حضارتنا الحالية وطبعاً التعقيد يكبر بصورة تزايدية فنحن طورنا وسائل تكيفية إدراكية كانت من الممكن أن تكون ملائمة تماماً لمسطحات أفريقية لكنها ليست بقدر ما يتطلب العمل لإجادة كل التعقيدات في عالمنا الحديث العلم والتشكيك أو التفكير النقدي بما في ذلك شرعية المنطق تستطيع أن تفكر بها كعملية صارمة نستخدمها لكي نتعامل مع التعقيدات بالعالم حولنا لأن أدمغتنا التي بها عيوب كثيرة لا تستطيع أن تقوم بالمهمة بصورة منفرية هناك عملية أخرى للتعامل مع هذا التعقيد تم اقتراحه اقتراحه بالأخص في كتاب اسم الكتاب The Checklist للكاتب أتول قوادي حيث يتحدث عن نفس ما قمنا بعرضه في هذا الفصل بأنه في عالمنا المتزايد تقنياً وتعقيداً فنحن وصلنا إلى نقطة نزيد الثقل بها على أدمغتنا أو على قدراتنا الإدراكية لكي تتعامل مع كل التفاصيل الضرورية حولنا وبعض المهن وبعض النشاطات بها درجات عالية من التعقيد وتوجد بعضها في بيئات غير متسامحة بحيث أنه عندما نرتكب أقل الأخطاء هذا ممكن أن يكون ثمنه تراتبيات كارثية ومثال على ذلك هو طيران أو تشغيل قادثة القنابل B-52 أو حتى أي طائرة نفاتة حديثة فالخطأ الصغير قد يسبب بتحطيم الطائرة تاركاً خلفها العدد الكبير من الوفيات أو العمليات الجراحية الحديثة حيث أن الخطأ الصغير أو الخطأ الإدراكي الصغير قد يؤدي إلى أمور من مثل إجراء العملية على الطرف الخاطئ من الجسم أو حتى استبدال ملفات المرضى وعمل العملية الخاطئة للمريض الخاطئ طب أنا وأنا رح أقول قصة شخصية لبعدين بعد هذا حصلت لي وأنا متأكدة كثيرين منكم حصلت لذلك وهذه جميعاً نتائج كارثية لأخطاء صغيرة ولذا فالكاتب يقترح كميكانيكية خارجية إضافية أو كأحد الطرق التصحيحية بعمل تشكلست أو قائمة للتدقيق حيث جاءت تسمية الكتاب وهذه القائمة هي ببساطة احترازات تنظيمية أي هي قائمة من الأمور التي عليك أن تتأكد منها قبل أن تقوم بعملية التحليق أو قبل البدء بالعملية الجراحية على سبيل المثال حتى لا تفوتك أي شاردة وواردة قد تكون نتيجتها كارثية وحتى يكون للجميع دقيقة للتوقف والتأكد بأن الفريق العامل بأكمله لديه نفس المعلومات ليتمكنوا أن يقوم بالعملية بصورة نظامية فالعملية نظامها صارم ولديها ميكانيكية خارجية كما هو الحال مع العلم والتفكير النقدي بدلاً من الاعتماد الشديد على الذاكرة والتجارب والتي حتى لو كانت معرفتنا بها عميقة فهذا لا يكفي عندما تكون المهاب معقدة وتحتاج للتركيز وهذه العملية أيضاً أو النهج البايزياني في التحديث بالاعتقادات عندما نحصل على معلومات جديدة أو هذا التحديث المستمر للمعارف يجب أن ينعكس أيضاً بصورة أكبر في الصفوف الدراسية وفي وسائل الإعلام كما يحدث مثلاً بنظم تليفوناتنا أو أجهزتنا الذكية والكمبيوترات كل فترة وفترة يحدث فيها أبديت فحتى كل حتى معلوماتنا يجب أن يكون لها هذا الأبديت فوسائل الإعلام غالباً ما تتعامل مع المسائل العلمية وكأنها صندوق أسود لا أحد يعرف ما يحصل بداخله ويتعامل مع العلم وكأنه طقص غامض مفهوم فقط من قبل نخبة من العلماء يتم معاملتهم وكأنهم كهنوت في مجال معين فيبسقون بالإجابات التصليفية وكل ما علينا أن نفعله هو أن نستمع إلى ما يقوله لنا هؤلاء ولا تقبله كما هو في حين أن المفروض أن يعرض العلم كمواضيع مفهومة وعمليات متوفرة للجميع وبها قدر كبير من الشفافية طبعاً لا يمكننا جميعاً أن نكون خبراء لكن ممكن أن نفهم إلى حد ما حد يعطينا على الأقل إحساس بكيفية عمله أو نهجه ومتى تكون له شرعية يعني مثل العالم أو الأسترونات كارل سيغن هو أحد من هؤلاء اللي حاول أو هو ما لم يبدأ أعتقد أن أيزاك في واحد ثاني قبل أن أسأل تسمع هم اللي بلشوا مع العامة ليجعلوا العلم في مقدرة العامة يعني مفهوم بطرق الطريقة أن العامة ممكن يفهمونا ومشرت يكونون مختصين في كل العلوم اتباع نهج التفكير النقلي للحصول على اتباع نهج التفكير النقلي للحصول على المعارف يجعلنا أيضا أكثر قدرة وتمكن على احتواء الأمور حولنا وقد قوته تستمد من تقبله للواقع وكما ذكر السار كارل سيغن بالنسبة لي أنا أفضل أن أفهم الكون كما هو الواقع بالواقع أكثر بكثير من الإصرار على أن أظل في مساحة الوان مهما كانت هذه المساحة مريحة ومطمئنة وهذه طريقة جيدة جدا لاحتواء نهج التفكير النقلي للحصول على المعرفة والتشكيل الاعتقاد التشكيك العلمي هو أيضا نظرة ناضجة للحالة البشرية والمعارف هو ليس لكي نكشف فضائح على سبيل المثال تتعلق بعيوب الجهد البشري في طلب العلم لكن لكي لا نكون سادجين عن وجود هذه العيوب وحدود الدماغ البشري فنحن نتقبل العيوب والحدود ونتفهم اللخبطة التي تمر بها مسارات العلوب ومع ذلك نراها عملية حتى لو كانت بطيئة النمو للأمام ونجد أنها تحسن من فعالية معارفنا نهج التفكير النقلي يطلب أن نقدم كل ما بوصعنا أن نقدمه مع معرفة كاملة وتقدير جدري لنقاط الضعف لدينا وكل حدودنا فإذا وضعنا كل الأجزاء التي تطرقنا إليها في هذا الكورس مع بعض فالهدف بالنهاية هو أن نفهم كل الانحيازات الإدراكية وغيرها من التي تحكم تفكيرنا والتي ورثناها في مستوى دماغ القردة من تفكيرنا وبدون فهم كل تلك الانحيازات فنحن سيكون مصيرنا أن ننجرف مع رغبات أدمغة القردة لدينا أي سنكون كركاب لهذا الدماغ بدلا أن نكون نحن السواق تفعيل عمل الإدارة في الفصل الجبهي لدينا بالتفكير النقدي هو الارتقاء إلى مستويات أعلى من شأنها أن تضعنا في كرسية القيادة لتشكيل معتقداتنا الشخصية والفهم العميق لمنطقنا وانحيازاتنا الإدراكية يعطينا الفرصة لتفعيل ما يسمى بالميجا كوغنيتف ريزرينج أو إدراك الإدراك أو التفكير بالعملية التفكير نفسه أي نستطيع أن نصير وبصورة واعية قائمة للتدقيق على كيفية التفكير لنعمل فلتر على منطقنا الذاتي نحن حرفياً نشغل الجزء الخاص بالفصل الجبهي في أدمغتنا الذي هرمياً يستطيع أن يستلم القيادة ويتحكم في الأجزاء الأكثر بداية في أدمغتنا إنه الفلتر الذي يستطيع حرفياً أن يجعل العمليات العصبية تكبح كل المحفزات التي تحد من عمله نستطيع أن نتجاوز انحيازاتنا عندما نكون واعين بها وعندما نسأل هل هذا الاعتقاد معقول ولو كان معقول فهل بالواقع صحيح وكيف نعرف أنه صحيح كيف ممكن أن نفرق بين هذه الاعتقادات والاعتقادات الأخرى فالافتراضات الأخرى ممكن أيضاً أن تتطابق مع هذه البيانات أي ممكن أيضاً أن تكون صحيحة لكن بالقيام بالتشكيك النظامي لمعارفنا بطريقة إيجابية بناءة فهذا من شأنه أن يقودنا إلى مساء الأخرى ويفتح لنا باب الاستكشافات الأخرى وحتى مع من يفهم أو هو له قدرة على فهم الميتا كوغنيشن أو يجيد كيفية التفكير بالتفكير عندما يقودنا المنطق والأدلة إلى نتائج غير مريحة يعني نوصل إلى نتيجة العملية صحة لكن وصلنا إلى نتيجة غير مريحة بالنسبة لنا فهذا سيخلق لدينا التنافر المعرفي أو cognitive dissonance هذا التنافر المعرفي سيعمل على تشغيل الميجا كوغنيشن أي قائمة التدقيق أو التفكير بكيفية مسار التفكير وبدلا من تصحيحها نقوم باختيار قرارات تكيفية وتبدو أكثر منطقية بدلا من اتباع الطريقة التي تكون بها مقاومتنا العاطقية ضعيفة أي أننا سنقوم بعمل التبريرات لإجابات تكون مريحة بالنسبة لنا ومن يجيد الميجا كوغنيشن لكن لديه تنافر معرفي سيقوم بتوظيف المنطق وأعلى القدرات الإدراكية في خدمة التبرير للشيء بدلا من أن يتقبل النتيجة الطبيعية التي قاده إليه المسار المنطقي السليم أي عندها يريد صاحبنا أن يحتفظ بالكيكة ويأكلها بنفس الوقت يعني ممكن نقول أن يريد أن يكون مؤمن ويريد أن يكون منطقي فيقنع نفسه بأنه منطقي وبنفس الوقت أو قصدي هنا مؤمن بخرافة وفي نفس الوقت منطقي فيقنع نفسه بأنه منطقي وبنفس الوقت يحافظ على الاعتقادات القريبة إلى قلبه فليس من السهل بل ويحتاج لتدريب مستمر لكي نكون مفكرين بالتبكير نفسه فالمعرفة والمثابرة مهمة لكي تكون في محيط الميتا خوغنتب أو تكون جيد في دائما تعمل مثل تكليست أو تدقق عملية تفكيرك وأن نسمح للحقاق والمنطق بدلا من الحيازات والأواطف أن تحكم تفكيرنا وبالنهاية يقول ستيفن نوفيلا أن المفارق الكبرى في هذا الكورس هي أنه عند أخذ نهج الميكا كوغنيشن والتبكير النقدي أي التبكير بالتبكير نفسه وطبيعة المعارف يصل الشخص إلى استنتاج لا مفر منه والذي هو أنك لا يجب أن تتقبي كأي نوع من السلطة المؤكدة عليك أن تستجرب كل شيء قلته لك في هذا الكورس اختبر مراجعي تحقق مما وضعته لك من حقائق حلل الأمور لنفسك وذلك لأنه بعد كل ذلك أنا مجرد شخص واحد يحاول أن يفهم موضوع معقد للغاية وبالنهاية قد أكون مخطئا عن بعض الأشياء ويضيف بقوله بسماعك ومتابعتك لهذا الكورس فأنت قمت بإثبات أنك شخص تستمتع بالرحلة الذهنية للاستمرار بالتعليم والتبكير كما هو حالي أنا وأعتقد شخصيا أنها رحلة نبيلة لتشغيل الجزء الأفضل من طبيعتنا شكرا لأنكم جعلتموني أخذ الجزء الصغير من هذه الرحلة معكم وهنا ينتهي قصر الأربعة